نحكي هلا ذكرتكم في الverbs to be لما تكون ما عندي فعل أساسي في الجملكي بستخدمها بعمل سؤال وبنفيه ننطقل لموضوع آخر اللي احنا بنسميه possessive adjective صفات الملكية ايش يعني صفات الملكية صفات الملكية هي أدوات انا بستخدمها او كلمات بستخدمها عشان اعبر عن شغلتين اما شيء انا بملكه بحكي my house my car my books my keys my money مفاتيحي سيارتي نقودي ايلي ملكي او شئ يخصني لما احكي my mom my friend my school مدرستي my hospital مستشفاي مثلا my teacher معلمتي كل هدول مو ملكي لكن بخصوني اذا صفات الملكية بنسميهم بقول them possessive adjectives بنعبر فيهم عن شغلتين شيء بملكه او شيء بخصني ودائما لازم احط بعض الادوات possessive adjectives احط اسم noun ما بيصير احكي مثلا this is my واسكت لازم اكمل احط اسم بعدها my house for example this is my house بتصير لها معنى تمام هاي اسمها صفات الملكية خلينا نقرأهم يا صافية اقرأيلي a b and c الجمل عشان نتعرف على صفات الملكية possessive adjectives between them i am roger this is my house so انا roger لما بدي احكي عن حالي انا بحكي انا roger هذا منزلي الي my house yes next one hi steve is this your house yes اذا انا بدي اواجه الخطاب لها حدا بحكي له هل هذا بيتك وممكن برضو اليور هون تشمل مش بس بيتك هل هذا بيتك بيتك بيتكم يعني مفرد وجمع حسب مع مين انا بواجه الخطاب this one see this is melissa this is her apartment so this is melissa this is her apartment her اللي هشأتها yes yes تكملي يا نورا thank you يا صافيا this is chanke this is his home اذا لما بدي احكي عنه اله وبنحكي his his home منزله yeah we are james james and and naomi this is our house this is our house منزلنا لما بنحكي عن شغل اللي إلنا إحنا بنحكي our house and the last one teacher لنطقها our or or our yes في الكلام عادة هاي لما تيجي اول الكلام نحكيها our our house لما تيجي في نص الكلام مثل هيك بنحكي our this is our house عشان يصير الكلام اسرع موصول اسرع يعني تحكي this is our house this is our car بدل ما تحكي our house our car بنصر الكلام عشان يضل الكلام تواصل تحكي this is our house this is our books okay 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 here are here are simon and simon and colon this is their house yes منزلهم الهم with their هان بس للجمع مش بس للعاقل يعني مش بس للأشخاص ممكن أستخدمها لغير العاقل مثلا احكي عن الكلاب مجموعة الكلاب بيتهم هذا this is their house منزل الكلاب مثلا for example أو طعامهم their food okay مثلا بدي أحكي ولئت نفس الشي ما في إتهم مش حطنا إياها اللي هي مثلا أنا بفرجيكي my cat بتحكي لي what's its name بحكي لك its name its بدون فاصلة its name is kitty اسمها kitty for example هالا الحيوانات أو مثلا بدي أحكي عن سيارة لونها حلو بحكي the car is nice its color لونها its color is nice لونها جميل عرفتوا الits برضو للمفرد الغير عاقل أو الحيوانات والذير نفس الشي للجمع الأشخاص مثل هيك their house منزلهم أو بدي أحكي مثلا their food طعامهم for the birds مثلا للعصفير أو للحصان okay their colors للوحات عجبيتني رسماتها أو ألوانها بحكي their colors ألوانها جميلة عرفتوا هاي اسمها possessive adjectives اللي هما حطينا ياهم في الجدول here حطينا مقارنة بينهم وبين الضمائر الفاعل وصفات الملكية لكن هما they are missing من قدر الـ it مو حطيني الـ it مو عرف ليه أنا بدأ أضيف لكم إياها رح أحطها here okay اللي هي it هون الـ it اللي هي ضمير الفاعل اللي هو المفرد الغير عاقل صح سواء a cat a dog a house المهم يكون مفرد it it is a cat إنها قطة it is running إنها تركض طيب لما بدي أحكي عن إيش تملك لقلها بحكي it's بدون فاصلة بدي أحكي it's colors عن سيارة أو لوحة حلوة بحكي it's colors are good it's smell رائحة الطعام حلوة بحكي it's smell is great رائحة الطعام رائعة okay so الـ i لما بدي أحكي عن الشغل اللي بحكي my my book my car my house you اللي إلك وإلك وإلك you أنت your house your book your school he الهو his his keys مرتحة she her her room it الهي it's it's smell رائحتها جميلة مثلا we الهي our 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 school our our country ودولتنا they الهي their homework واجب their food طعام وطحين possessive adjectives are they clear great يعني تطلق على عظيم وعلى رائع yes yeah رائع عظيم لما بدي أحكي عن شغلي كتير كويسي very good نحكي عنها great رائع أو great house great pyramids بسمو الأهرامات العظيمة great pyramids تمام let's see ممتاح yes هلا هان انتو you need to choose my your his hair our and their بناء على انا اش هاعطيكم العبارة راح هون بدي أحكي اختها اختها تعيش في لندن اختها اذن ايش اختار هان نبدأ معك عبدالله yes اقرأ لي اياها وبيدي تحط لي انه اختها هي تعيش في لندن كيف بدك تحكي لي عنها her sister lives lives تعيش في لندن طيب والدينا this one بي والدينا parents have a nice house yes والدينا والدي او والدينا احنا منحكي عن والدينا have a nice house عندهم بيط جميل والدينا with my my والدي انا لحالي لما بدي احكي عنا كلنا مثلا انا اخواني بنحكي عن والدينا there يعني لا والديهم هيك بتصير there your معناته لا والديك او والديكم your شو ضلت or our yes our parents اذا والدينا يعني امي وابي معهم have a nice house have a nice house thank you so much yes ya noora my dog her yes correct her dog is on the balcony is on the balcony يعني اعد على balcony طيب اخوك اخاك او اخوك يعمل في toronto اخوك هون ما my my brother لا مو اخوك انت انا بواجه الخطاب بحكي اخوك او اخوك اخوك لا اخوهم هيك بدي يسير انا اواجه الخطاب هيك او هيك هيك اخوه هو انا بدي احكي اخوك انت او اخوك انت او اخوكم انتم كلكم her لا الها hi her your 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 brother work in toronto yes your brother works works in toronto toronto do you know where is toronto no it is in in canada thank you so much يصافيا نكمل ي yes بدنا نحكي منزله بيته هو his his home is near the beach correct منزله بالقرب من الشاطئ his home وهون شاقتهم هدو الاتن بحكي عنهم شاقتهم their apartment is in their apartment is in you شاقتهم جديدة نحكي نحكي شاقتهم بيته موزل موزل